ضعف الشخصية الاعتماد على الآخرين في أداء الواجبات انخفاض مستوى الثقة تقبل الإحباط ارتفاع نسبة الحساسية للنقد كلها مظاهر سلبية مرضية ناتجة عن إفراط الوالدين في تدليل الطفل والقيام بمسؤولياته وتدخل في كل شؤونه وعدم إعطائه فرصة الاستقلالية في بناء شخصيته وقد أوضحت الدراسات النفسية أن الاعتمادية والخوف من الاستقلال في سن الرشد يتناسب طرديا مع الاعتمادية في سن الطفولة ومن المسلم به أن اعتماد الطفل على غيره يقل تدريجيا كلما جاوز الطفل مرحلة الطفولة ولكن إذا كانت هذه الاعتمادية ثابتة مع كبر سن الطفل فإن هذا ينذر بكارثة ويهدد بخطر كبير فعلى الوالدين مراعاة الأساليب التربوية اللازمة لضمان استقلال شخصية أبنائهم ومنها احترام قراراتهم وإنفاذها إن كانت صحيحة ولا تسبب لهم ضررة وعدم إلغائها أو إهمالها ومناقشتها مع بيان سلبياتها إن كانت خاطئة فالطفل يجب أن يشعر أن رأيه ذو قيمة وانفراد الوالدين بالقرار واستخدام أسلوب التوجيه المباشر دائما يدمر شخصية الطفل منحهم مساحة من الحرية في الاختيار بما يتناسب مع أعمارهم كاختيار الملابس والطعام والألعاب وتعويدهم على تحمل تبعات اختياراتهم تشجيعهم وتحفيزهم على إنجاز الأعمال بصورة متكاملة تتناسب مع قدراتهم وأعمارهم تشجيعهم على التعبير والاستماع إليهم وإظهار الاهتمام بما يقولون فاحترام الطفل واحترام آرائه مهما كانت بسيطة أو ضيقة الأفق سيجعل منه إنسانا يتمتع بالثقة وقادرا على طرح رأيه بشجاعة دون خوف من انتقاد الآخرين السماح لهم بالمشاركة في تخطيط مستقبل الأسرة خاصة في الأمور التي يهتمون بها تعليمهم كيفية التعامل مع النجاح والفشل وأن الحياة فيها الربح والخسارة وأن الإخفاق والتعثر لا ينبغي أن يكون نهاية المطاف